السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم حبيباتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير مرحبا بكل مشتركات الأعزاء رحب كل واحد باسمه إن شاء الله خليل ققاكم الفيديو هذا في أحسن الأحوال أول حاجة نبدو بالصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صحف طوركم البنات وإن شاء الله تكونوا كامل كامل بخير نشكركم البنات يسر يسر على التعليقات اللي راهي تحفز فيها وإن شاء الله رح نزيد نقدم لكم القدام وكل مرة راني ندل لكم جديد إن شاء الله يعجبكم الفيديو هذا كموعدت البنات كل مرة رح نجيب لكم مشكل تعلق عادات كل مرة رح نخدم معاكم مشكل وإن شاء الله تستفادوا من الدروس اللي راني نحط فيها يعني البنات خلولي في اللي كومنتير تعليقاتكم خلولي انتقاداتكم باش نزيد ونكبروا القناة تعنا باش نزيد نحط لكم يعني اللي حب درس وما فاهمتش حاجة تخليلي في اللي كومنتير رح نجاوب إخواتي كامل نجاوب بناتي كامل وإن شاء الله نحط لكم الحاجة غير اللي حبين هنتوما وإن شاء الله تستفادوا من الدروس من اللي راني نحط فيها نبدأوا على بركة اله رح ندوا القياسات تعال القعادة رح نعطيكم قياسات وانتما مش محتمين يعني تقدوا بالقيس هذا أنا نعطيكم قياسات يعني تحاولو أنكم كون تديروها رح يجيكم القياس تعاكم يعني ميليح في القعادة في القعادة اول حاجة وش نديره لبنات نبدأه على بركة الله نرسمه في الورقة رح نعطي لكم شغولة راكية في القماش ونرسمه في الورقة نرسم القاعدة نكيله 50 سنتيمتر طول القاعدة تاع القعادة نديره 50 على 50 يعني رح نديره الشكل تاع كاري 50 على 50 طول 50 عرض ونتحصله يعني على الشكل كاري نديره زيز قطاع من نفس القياس يعني جيهه تاع السطح تاع القعادة والقاعدة تاع القعادة يعني جيهه العلوية والتحتانية يعني جوه نفس القياسات نحن نرسمه زيز قطاع نقصهم البنات يعني خطوة بخطوة كأنك تفصله على القماش يعني حط القماش تاعك فصل زيز قطاع قد بعضاهم نفس الطول والبنات اللي يامات الجاية ان شاء الله باذن الله رح نزيد نحط ليكم كيفاه تديروا بالقماش كامل يعني هذه يعني القعادة هذه جيكم سهلة وجيكم قياسات تجيس ان شاء الله كي تتعلموا هذي باش ما نخلط لكمش دروس عقا بعضاها رح نزيد ندير لكم درس اخر من تاع القعادات بنفس القماش يعني ما تقصيش منه ما تديريش كل قطعة واحدة رح تديريهم من القطع كامل مع بعضاها ذلك اللي بنات نرسموا قطعتين من هذا نزيدوا نفس الشي للقطعة الثانية نديروا الطول خمسين والعرض خمسين سنتيمتر هنا تشوفوا في المصر اللي بنات انا قدرت يعني قيلت لكم يعني قيص صغير باش نقدروا يتبال لكم ان شاء الله البنات اللي مازلت متفعلتش تفعل دير اللي تكفروا لي من الجام كفروا لي من كومنتر ولي مازلت مشتركتش ان شاء الله تشترك باش يلحقها كل جديد يعني يلحقها الاشعار وتعم الفائدة باذن الله هنا البنات كي ما راكم تشوفوا رح نزيدوا نرسموا القطعة الثانية نديروهم قد بعضاهم نفس قلت لكم نفس القطعة العلوية والقطعة التحتانية يعني نفس الشكل ونفس القياسات يعني البنات نحو دايما زوائد اللي زايد عليكم في القماش باش دينا كل الجيزة نديروا قطعتين زي بعضا هنا وش رح نزيدوا نديروا البنات اه نكيلوهم قد بعضاهم القطعتين ونحطوهم مع بعضاهم نخلوهم بجيه ونذرك نجو نستعملوا القطعة الاربعة انتع الارتفاع نكيلو الارتفاع خمسين سنتيمتر طول القطعة هي خمسين سنتيمتر والعرف طاحه هو الارتفاع تعلق القعادة يعني البنات انا متقيدوش بالقياسات هذو هما يعني من الاحسن تديري ما بين خمسين حتى الخمسة وستين يعني جيك القعادة من الحالي حبتها كبيرة كبيرة تدير لها خمسة وستين القياس على خمسة وستين والارتفاع دايماً البنات يعني احسن الارتفاع هو ثلاثين سنتيمتر يعني انا جرى الربط القياس تاع خمسة وستين جرى الربط تاع خمسة وثلاثين جاني عالي ياسر بس حقياس تاع ثلاثين سنتيمتر يجيك مليح يعني يجيك له عالي له واطي يعني بيجيك مليحها وما مطومت هزلكش لصوف ياسر هنالبنات هذا الارتفاع تاع ثلاثين سنتيمتر هو اللي حيكون الارتفاع تاع القعادة تاعنا وهذا الطول تاع القطعة هو العرف تاع هو القطعة اللي رح تلصق في القطع اللي فصلناهم من قبل رح نرسموا منهم ربعة قطعة العرف تحم كامل ثلاثين سنتيمتر والطول تحم هو خمسين سنتيمتر رح نفصلوهم كامل لبنات ونرجع لكم باذن الله مرحب مرحب يا هلال اهلا 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 كيف الحال قد غفت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار مرحب هنا البنات بعد ما رسمنا القطع يعني فصلنا القطع الاربعة رح نجوب المشينة نلصقوهم كامل في ربعة قطع نلصقوهم في القاعدة ونزيدنا رسقوهم في الوجه تاع القعادة هنا نخلو غير جهة هذي البنات كيما راني نشير ليكم بسبعي بشت ندخلو منها الصوف ونقلبو منها القماش يعني الخياطة هذي كلها البنات رح نديروها لداخل يعني نقلبو القماش على جهة تحت نيه تاع القماش ونخيطو الخياطة تاعنا كامل حتى نكملو جواه ربعة كامل نخيطوهم ونزيدو نفس الشيء بالنسبة للوجه تاع القعادة ويعني والخل القاعدة تاع القعادة كامل نخلو جيها ك محلولة باش ندخلو القماش تاعنا باش ندخلو الصوف تاعنا ولا لاواط بالنسبة لللاواط لبناتوش تهزلينا كيلو كل قعادة تهزلينا واحد الكيلو ونص حتى الزوز كيلو اما الصوف يعني انا نكيل بالشكارة شكارة تاع السميد الكبيرة يتهزليكم بالنسبة للقماش رح نزيد مفهمكم لبنات رح تهزليكم مترا ونص قماش كما استعملت وانات تعال التغراز تعال البوغاز تعال المطرح يعني واي قماش ديري مترا ونص رح ترسم لك كل جيهة نص مترا نص مترا يعني القماش رح يكون بعرفين ونباعد رح هذيك القطاح الخمسة الرابعة يعفو يجو من من الباقي تعال القماش يعني كل جيهة رح تجي فيها نص مترا في القاعدة ونص مترا في الوجه اللي بنات تلقي ستعنا هنا شوية اللي بنات هذي جيت ناقصة شوية يعني مولتها هلي فصلتهم أنا ما فصلتهمش يعني جبتهم اللي مفصلين أنا علية غير يعني عمرت لها وغرستهم لها خلاص هنا كي ما تشوفوا البنات راني لقيت فيها خمسة وربعين سنتيمتر يعني جاوها شوية صغار هما جاوا متحفين بصح جاوناها شوية رقصين عليها قلت لكم أنا القيس اللي تديروه وجيكم مليح 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 ديرو خمسين حتى الخمسة وستين اللي حبتها كبيرة يعني القاعدة كبيرة دير حتى خمسة وستين وستين ولي حبتها يعني يعني ضريفة كي ما نقولوا احنا تديرها خمسين سنتيمتر خمسين في الطول خمسين في العرض هنا البنات رح نخيطوا بعد ما عمرناها بالصوف نجو هنا كي ما تشوفوا لبرة عندنا لبرة رقيقة هذي وعندنا الكوطة تشوفوا البنات بعد ما خيطها هاي ليكم الشكل تحها خيط النفدة الداخل ما نخليها تبان ما نخليها والو البنات ان شاء الله تكون راني مفهم فيكم ان شاء الله يكون يعني الشرح تعيم فهم ورح يعني الفيديو هذا وعدت به يعني طفلة يعني مسكينة تحاول انها تتعلم ويعني نشكرها باللي راي تدير فيه مجهودها باش تتعلم راني وعدتها باش نديلها الدرس هذا وهاني وفيت اختي بالوعد ان شاء الله تكون راي تشاهد فيها راني وعدتها وان شاء الله تكون تشاهد فيها باش تدي معي الفكرة وتتبعوه يعني خطوة بخطوة ان شاء الله البنات كي تخدموا خدمتكم اه بحثوهلي في الاستغرام تاعي دركن نخليلكم الرابط وإبعثوهلي في الفيس تاعي يعني نفس ابنتك كلها رم معي من الفيس يعني يتفرجوا فيها ديلولي في المشاهدة في القناة راحبهم كامل يعني بالمناسبة ونقول لهم مرحبا بيكم لبنات كامل مرحبا بيكم كامل لبنات اللي راكم تدعموا فيها اللي راكم تخلولي في الاشتراكات اللي راكم قاعدين تدعمو فيا اللي راكم تحفزو فيا باش نقدم للقدام رغم اني يعني نسبة المشاهدة ما نقولش ناقصة نقول ما كانش خلاح وكاكا ما يقستش وان شاء الله هنقدم ليكم القدام لبنات وتهزوا افكار من عندي وان شاء الله يعجلها في ميزان حساناتي لبنات راني نحول اي حاجة عندي رح ننعتها لكم ما ما نبخلش خواتاتي ما بخلش بناتي بشي اللي نعرفو راني نحطه لكم ان شاء الله لبنات كي ما راكم تشوفو هنا راني غرزت الطريقة اللولة اه هناك نجين دور لبنات شوفوا البنات كيفية جي معمره اه نعتليكم طريقة من قبل في الفيديو السابق تعال قاعدات الاوفال كيفية جبدي الصوف كفية تعمري هاي لكم طريقة كاملة هناك يوصلنا للحشية راع نعتليكم لبنات تدوروا بلمة اه بلمة يعني تخافوا من الحشية كيفية شوفوا اللبنات هزي لما يصوف عمري لازم تعود جديك دايما اه شوفوا كيفه الواحد الخمسة سنتيمتر تحلى اصباعك واحد الخمسة سنتيمتر بش يجو كله كم احنا نقولولهم اه يعني اه حاشية تعال البعادة ولا تعال مطرح يعني النفس الز laundry اللي تغرز تغرزي به المطرح تغرز يبه تغرزي به القعادة وان شاء الله تستفادوا منهم يعني هذو المصائح كاملة اللي راني نحط لكم فيها ان شاء الله تستفادوا منها واتبعوها هنا البنات كيف يفضل الخيط رح نعط لكم تعمروا خيط شوفوا البنات انا خليته شوي طويل ما قصيتهش على العد بعد زدت عقدت فيه الخيط لاخر يعني الخيط الجديد ورسمته مليح باش ما يتنحا يتحلناش ونشوفه خاصة للحاشية يعني اللي كواه هذو نحاولو نهزو الحاشية باش جينا مع دولة قد قد ومجيناش طايحة نديرو مرتين ولا ثلاثة وحنا ندخلو في اللبرة شوفوا البنات نفس نفس وين ندخلو اللبرة نفس الطريق نفس الاتجاه باش الخدمة احنا مجيش عوجة مجيش يعني الطريق مجيناش عوجة نمشوها شوفو نبعدو بواحد العشرة مليمتر والاحداشن مليمتر وندخلو لبرة شوفوا البنات نفس الاتجاه على الخيط نفس الاتجاه وندخلو لبرة شوفوا البنات الحاشية تعنا كيفية جت واقفة تبعوها البنات خطوة بخطوة يعني تبعو كامل خطوات لانا نعطيكم فيها كامل نصائح لانا نقول لكم فيها باش مجيكم ش القعادة تعكم مجيكم ش القعادة تعكم يعني عوجة ولا كيتعودي ما تبعيش الخطوة تذية البنات رح تجيكم القعادة تعكم ساعة تميل تحت ساعة تميل فيك الفوق ومجيكم ش ملاح تبعو هذا من نصائح ان شاء الله البنات ونكملوا معاكم وان شاء الله حتى نكملوها كاملة يعني تبعو خطوات خطوة بخطوة وكملوا للفيديو للاخير باش ما تغلطوش البنات يعني ولي شايف ترح تزيد تعاود الفيديو مرة وزوزو ثلاثة حتى تفهم النصائح هذا كامل وطبقهم ان شاء الله البنات تلقى نفس النتيجة الرانية حتتلقوها في آخر الفيديو هل هلالك يا هلابك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صامو طعال الرحمن صامو طعال الرحمن روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلابك يا رمضان يا هلابك يا رمضان جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين صامو طعال الرحمن هل هلالك يا هلابك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صامو طعال الرحمن صامو طعال الرحمن روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلابك يا رمضان يا هلابك يا رمضان جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين صامو طعال الرحمن هل هلالك يا هلابك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صامو طعال الرحمن صامو طعال الرحمن اشتركوا في القناة اهلا بالفضل والغفرات ونسائم هبات من نفحة القرآن نلقاه بالبشر بالحب والاشجاد والاجر ندركه من دون ما نقصى يا مرحبا رمضان يا مرحبا رمضان يا مرحبا رمضان هنا بعد ما نكملو التغراز تعنا كامل تعالي القعادة نجو هنا لريبونا ولا الدبلة ولا كل واحد وشي سميها رقيقة هذي تعال ثلاثة مليمتر يعني رولو تحها بربعالاف نشروا رولو يخدم لنا زوز قعادات هنا البنات كما تشوفوا نرشكوا لبرم الفوق نخرجوا لازم تعود عندنا ريبونا ملتحت يعني الدبلة تعنا ملتحت نكيلوا واحد ثلاثة سباع واحد سبعة ولا ستة المهم انتم كما حبيتوا تحبوا ستة سنتيمتر سبعة سنتيمتر ولا زوز سباع يعني تكيلوا بسباعكم وتلو وتلو الريبونا كما تشوفوا لازم تعود دايما لتحت الخيد لتحت وترجقي لبرم الفوق بش جيك الخدمة تعكم زيرة شوفوا البنات قد ما تزير وح يعطيكم وحد الشكل هايل يعني شكل التوائي يجيكم هايل في القعادة هذا من البنات الشكل هذا يخدموه ذركا يعني يروى داير حالة خاصة عندنا احنا في الشرق يخدمو به غرز وبه المطارح يخدمو به القعادات يعطيها وحد الشكل يعني ديروه البنات جربوه سهل وفيما يدرق لك ما عندك عيوب في التغراز ولا حاجة رح يدرقهم لك يعني الشكل هذا رح يدرق لك شوفوا البنات نحاولوا معها كامل حتى تدوروها سير داير في الجيهات كامل في الارتفاعات في كل دوروها كاملة كما رحكم تشوفوا فيها هنا بعد ما كملناها البنات ندوروا بها كامل حتى نكملوا التغراز تعالى يعني سمحولي البنات يعني ولدي قدام الكاميرا هنا كما رحكم تشوفوا وزيروا الخدمة تعكم قد ما تزيروا الخدمة تعكم قد ما تجيكم هاي لها البنات كثروا لي ما تنسونيش من اللي جام اللي هدا شوفوا البنات رح ندوروها كامل شوفوا الشكل تعح نيائي هنا البنات كما رحكم تشوفوا دايما نحنديروا لها هذم البطان باش يجينا يعني شكل باش نعدلوها يعني جينا ملاحة خير ما نخلوها سامبل كما هيك نجو اللبرة تعنات على المخيط يعني شوفوا كيفية تززوها يعني قدلولي البنات رانا كن اللوحوا اللبرة تع المخيط متقدم ما تدخل لناش يعني صعيبة علينا في الدخول تحها في القعادة بشوية البنات تديروا لها بالحيلة حتى حتى تدخل لكم شوفوا البنات هي تعواج شوي لبرة يعني لبرة تع المخيط حاولوا تشيروا واحدة خشينا اشتخدموا باها درناها دخلناها دخلناها من جهة يعني سطحة على القعادة ضرقا نزيدوا نجوها من الخلف نزيدوا ندخلوا اللبرة في اللبرة اللبرة تعنا يعني الشيكل تشباح اللي بغتي تزيني به ديري اهنا نزيدوا نرجعها في نفس البلاس ان شاء الله اللبنت تكون استافدتم من الفيديو هذا وتكون راني راني اعطتكم كامل كامل تفاصيل وما بخلتش على اخواتي كامل بالشي اللي راني نعرف وهذه كامل تفاصيل ابنات تبعوني خطوة بخطوة تبعوهم يعني ديروا نفس الخطوات اللي راني درتها وان شاء الله هتتحصلوا على نتيجة اللي حبينا ان شاء الله ما مقالية غير نقول لكم طلعوا في رواحكم الابنات وان شاء الله تستفدوا منهم دروسة دوما وانطلقاوا في فيديو جديد بإذن الله نخلي نتركوا في رعاية الله وحفظه نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة